قالت مؤسسة ميرسي كوربس العالمية وفق تقرير نشرته محطة فوكسي نيوز الأمريكية إنها عدت بحثا شاملا عن العراق توصلت من خلاله إلى أن تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية لوحدها لا يمكن لها أن تمنع ظهور ما وصفتها بالتنظيمات المتطرفة مرة أخرى وإشارت المؤسسة الأمريكية إلى أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لعادة أعمار يعزز السلم الدائم ويحدث عبر ذلك الاستثمار أثرا إيجابيا وأن أي خطوة في ذلك الاتجاه يجب أن لا تركز على الاستثمار الاقتصادي فقط بل يجب أيضا على الجهود التي تحول دون حلوث اندلاع الحرب من جديد وتعزز إدارة البلد بشكل جيد وأكدت المؤسسة الأمريكية إلى أن الداعمين للحكومة في بغداد عليهم طرحوا ثلاثة أسئلة عند محاولتهم تنفيذ أي برنامج استثماري جديد في البلد وهي هل سيكون لهذا المشروع مردود إيجابي في تحسين أداء الحكومة وهل سيؤدي إلى بناء جسور التواصل بين طوائف البلد وهل سيشكل هذا المشروع فائدة للشباب وتشجيعهم على تحديد مستقبلهم وشرت المؤسسة وفق تقريرها أن هناك أكثر من ستة ملايين عراقي ما زالوا مشردين فضلا عن نحو ثمانية ملايين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العجلة وأن القسم الأعظم من النازحين الذين عادوا مؤخرا إلى بيوتهم يرون أن حصولهم على عمل أو وظائف حكومية هي من أولوياتهم الأساسية وأكرت مؤسسة ميرسي أن الخوف ممن وصفتهم بالمتطرفين ما زال يخيم على جهود عالة الإعمار وتأهيل المدن في العراق وختم تقرير المؤسسة الأمريكية بالقول أنه على الحكومات والمصارف والمستثمرين عدم التركيز فقط على الإعمار الهيكلي في العراق بل لابد من تقديم المشاريع التي تعمق الأواصر بين شرائح ومكونات البلد ترجمة نانسي قنقر